السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشراف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ايه الفرق بين الدلة جاتش اي و جاتش هم الدلتين بيستخدموا لإدخال ضغطة المفتاح اللي بيستخدمها المستخدم للبرنامج أثناء التنفيذ بمعنى لو المبرمج عمل برنامج والمستخدم بينفز هذا البرنامج فأثناء استخدام البرنامج بيضغط على ضغطات من لوحة المفاتيح فهي بتاخد المفتاح اللي ضغط عليه وتخزنه في متغير حرفي أو تطلع على طول في سي اوت طيب تعالي نعرف الفرق ما بين الاتنين من خلال برنامج ظريف جدا حضراتكم طبعا نعرفين ان انت لما تكتب باسورد يقولك انتر باسورد يعني دخل باسورد فالباسورد مش بتظهر قدامك بيظهر علامات نجوم أو علامات شباك أو أيا كان رمز بيخفي ما تكتبه أثناء كتابة الباسورد طبعا نعرفيني ان الكرة الدلتين بتحتاج للملف الرأسي الوكونيو دوت اتش علشان كده أنا على طول كاتب الايوسترين من الملف الأساسي بتاعنا والملف الرأسي الوكونيو دوت اتش والملف الرأسي للسرينج علشان كلمة المرور هتتخزن في ايه؟ في ضغطة مفتاح واحدة ولا عدد من ضغطات المفاتيح يعني المستخدم هيضغط أكثر من مفتاح أكثر من مفتاح يبقى أول حاجة أنا عايز أسجل الحرف اللي يضغط عليه المستخدم من الكيبورد ممتاز ده بنستخدم معاها الدالة اللي اسمها جاتش وبنستخدم الملف الرأسي طيب تعالا كده نقول ان هي طبعا بما انها بتسجل ضغطة مفتاح واحدة يبقى هي بتستخدم مع نوع الملفات L-char أو الملفات الحرفية اللي هي بتسجل ضغطة مفتاح واحدة بس فأول حاجة عملتها عملت متغير حرفي اسمه CH وخزن قيمة CH من ضغطة المفتاح بتاع المستخدم من خلال ايه الدالة اللي اسمها جاتش ايه ونجرب كده ايه الفرق بينها وبين اختها لحد كده الموضوع بسيط جدا المستخدم ضغط من لوحة المفاتيح على اي زر او اي رقم او اي ضغطة مفتاح روح تجاي مخزنة في متغير حرفي اسمه CH ليه متغير حرفي لان الدالة جاتش بتاخد ضغطة مفتاح واحدة بس فمن فاش اعطها ايه في انت او ان انا احطها مثلا في فلوت او احطها في سترينك طيب هو كلمة المرور الباسورد بتتكون من ضغطة مفتاح واحدة ولا من شوية ضغطات ممتاز من شوية ضغطات وبالتالي انت محتاج برضو تعمل متغير سترينك علشان تخسن فيه ايه مجموعة الضغطات دي ولياكم مثلا نسميه باسورد ونخلي قيمته مثلا يبدأ بايه بفارغ علشان كده استخدمت الملف الرأس الايه للسترينك علشان المتغير للسترينك ده هو واستخدمت الملف الرأسي كوني دوت اتش علشان ده اللي ايه جيتش طيب بعد ما المستخدم يضغط على ضغطة المفتاح من الكيبورد المفروض اعمل ايه اخدها واروح مخزنها جوه للسترينك طيب اقولها دي ازاي بسيطة جدا اقوله والله خد للسترينك القديم تمام وخليه بيساوي خلي المتغير للسترينك اللي هو بيساوي فاضي بيساوي القيمة القديمة اللي هي الباسورد القديمة هو اسمه باسورد خليه بيساوي نفسه بالاضافة الى ضغطة المفتاح اللي دخلت من مين من المستخدم يبقى كده المستخدم ضغط من الكيبورد ضغطة مفتاح اخدت ضغطة المفتاح رحت جاي على متغير السترينك لانه بيقبل كمية كبيرة من الحروف ورحت جاي وقلت له حط ضغطة المفتاح دي على اللي موجود في الباسورد طب الباسورد ده أصلا موجود فيه إيه فاضي يبقى كده قدرت أسجل إيه ضغطة المفتاح دي لو جينا نقول كده سي أوت تعالى كده نطبع ضغطة المفتاح فهنقوله بعد إذنك والله إطبع للمتغير اللي اسمه باسورد وبعد كده أعمل إيه انزل على سطر جديد تعالى كده نجرب مع بعض إيه اللي هيحصل أنا جيت نفس البرنامج أول ما البرنامج اشتغل الشاشة جات وقفت ليه لأنه هو خلاص يتمت في الذاكرة فهو خزن في ذاكرته متغير حرفي بياخد حرف واحد اسمه سي أتش هو وقف مستني نفس ذا اللي جيتش يعني أنت تضغط علي مفتاح زي الآي فيروح جي مخزنه جوه السي أتش وبعد كده أخذ الآي اللي جوه السي أتش وروح جمعه على الباسورد الفاضي فأصبح موجود إيه أصلا دلوقتي هو الموجود الآي اللي الكتب الآي دي أنا ضغطت عليها والآي دي اللي موجودة في مين في باسورد طيب تعال نسهلها بشكل تاني نبسطها أكتر بعد ما المستخدم يضغط على جيتش انزل على سطر جديد يعني اتبع لإيه سطر جديد تعالي كده نجرب مع بعض إيه اللي هيحصل علشان تكون معذرة أوضح شوية كنترول إف خمسة السي أتش عمل متغير حرفي في الذاكرة بتاعته دلت جيتش هتاخد ضغطة المفتاح وتخزنه في سي أتش أنا هضغط على مفتاح الآي راح واخد الآي نزل على سطر جديد بسبب سي أود دي وراح واخد الآي مودع المتغير اسمه باسورد والباسورد ده نوسترينج وكان فاضي طيب أنا محتاج أسجل حرف واحد زي كده أنا أول ما دغطت الآي خلقه على الباسورد اللي والسترينج القديم وراح جاي طبيعة الباسورد هي الباسورد بتبقى ضغطة واحدة ولا شوية ضغطات ممتاز شوية ضغطات يبقى المفروض أن أنا بعد مجموعة ضغطات كل الضغطات دي تروح جاية من خلال السي أتش رايحة للباسورد وتتخزن جواها يعني ضغطت الآي تدخل على الباسورد وتتخزن أصبح الباسورد دي فيها آي ضغطت أو تخش جنبيها ضغطت دابليو تخش جنبيها وكذا يبقى أنا محتاج إيه هنا؟ ممتاز محتاج أن أنا أعمل إيه؟ أعمل لوب تعالك هنا نعمل اللوب ده مع بعض بالأمر اللي اسمه هوايل هوايل بتعمل إيه؟ بتقولك مدام النشارط بيتحقق نفذ الكلام اللي جيد هقوله إيه؟ اختبر السي أتش اللي دخله المستخدم إذا كان لا يساوي انتر وقلنا قبل كده الانتر اللي هي سينجل كوتشم مار باك سلاش آر سينجل كوتشم مار إذا كان ما ضغط عليه المستخدم ليس انتر اعمل إيه؟ إذا كان اللي ضغط عليه المستخدم مش انتر ما هو لما يخلص الباسورد بيضغط انتر تمام أنا ضغط آي الآي لا يساوي انتر؟ نعم ما دام هذا الشرط المتحقق هينزل على مين على الجملة دي يعملها وطبعا بالتأكيد تعريف المتغير اللي اسمه استرينج ده المفروض يطلع لي بقى فين؟ فاول البرنامج يبقى أنا كده عملت ايه؟ نهي ده بقى مع بعض ونفهم بيدوء بإذن الله صلى على النبي عليه الصلاة والسلام عملت متغير حرفي اسمه تشار بيسجل ضغط مفتاح واحدة سوف يضغط عليها المستخدم اتفقنا روحت واغي ضغط المفتاح دي وعايز اخزينها بمتغير استرينج طب المتغير استرينج ده اسمه باسورد وبدأت بفاضي تمام جدا ورحت جاي مختبر الضغطة اللي هي السي اتش قلت له اذا كان اللي ضغط عليه المستخدم مش انتر يعني لا يساوي انتر لان انت بعد ما بتكتب الباسورد بتعمل ايه؟ بتدوس على انتر فبقوله طالما المستخدم ما ضغطش انتر خد الحرف اللي هو كتبه وروح سجله فين؟ في الباسورد يبقى كده اول حرف دخل يجي يلف البرنامج تاني كتب حرف داني يدخل الحرف التاني التالت الرابع لذلك انا محتاج ان انا اعمل قوس لبداية اللوب علشان المفروض بعد ما اول حرف يدخل يبدأ يسأله على الحرف رقم اتنين انا عايز ايكتب كلمة الله يبقى ايه دخلت؟ خلاص هي بتسليلات سوى الار؟ نعم يحطها في الباسورد بعد كده يعمل ايه؟ ممتاز يطلب من المستخدم ان هو يكتب الحرف اللي هي ليه علشان كده روح تعمل ايه؟ روح تجاي مدخل الامر ده جوه اللوب علشان بعد الحرف الاول ياخد الحرف التاني الحرف التالت الحرف الرابع لحد ما يخلص ويضغط انتر فيطبع لمين؟ الباسورد على الشاشة طيب تعالى كده ننفذ البرنامج ومعليش بهدوق كده نفر مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم يبقى اعمل لي متغير بياخد حرف واحد اسمه تشار دي تمت في الذاكرة بعد كده ضغطة المفتاح اللي يضغط عليها المستخدم اثناء تنفيذ البرنامج اهو خدها وسجلها في الش يبقى انا لو جيت ضغطة دلوقتي اي انا كتبت اي ليه ظهر قدامي اي لان الجلد ده ده اللي تجيتش ايه بتاخد المفتاح اللي انت ضغطت عليه وتكتبه وبعد ما كتبت الاي ودته للسي اتش وبعد كده رح سائل هل الاي لا يسوي انتر؟ نعم مش بتسوي انتر فخد السي اتش دي اللي هي الاي خزنها في المتغير اللي اسمه باسورد للسرينج لان الباسورد بتبقى اكتر من كلمة طيب بما اني انا مضغطش انتر رح جاي سائلني مرة تانية ايه الحرف التاني؟ قلت له مثلا ال 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 لا تسوي انتر؟ نعم لا تسويها الشرط تلامة متحقق بعد ويل يدخل هنا يروح واخد ال ال مسجله في الباسورد طب الباسورد فيها ايه دلوقتي؟ فيها الاي وتخزن عليها ال ال طيب واي يبقى كده ال واي لا تسوي انتر؟ نعم لا تسويها فياخد ال واي برضو يضيفها الباسورد يبقى ليه عملت المتغير للسرينج وبدأت فاضي؟ علشان اي حروف تتكتب تتخزن في المتغير للسرينج لان ال السرينج بياخد عدد من الحروف انما الاتشار بياخد حرف واحد بس جاي المستخدم ضغط انتر يروح جاي سائل بقى ال انتر لا يساوي انتر الاجابة ايه؟ لا فولس فيطنش من اول واي لحد اخر القوس يبقى الشرط ده طول ما بيتحقق طول ما واي دي شغالة وبعد كده يطلع براها فيلاقي ان انت بيقولك اطبع لي الباسورد فلما اضغط انتر يروح طبيع لي الايه؟ الباسورد طيب وبعد اذنك كده هو قبل ما يعمل دي كده قوله ايه؟ اعمل لي سطر جديد علشان ما يكتبش دي فوق دي تعال مرة تانية ليه عملنا متغير تشار؟ عشان اقدر اختبر الضغطة اللي بيضغطها المستخدم فاذا كانت انتر اني البرنامج مش انتر اقبل منه يدخل الحروف طيب ليه عملت متغير سترينج؟ علشان الباسورد بتبقى اكتر من حرف واللي تشار بياخد ضغطة واحدة بس لذلك انا محتاج متغير من نوع يسجلي عدد من الحروف طيب انا هكتب الله دي الباسورد بتاعتي راحت الباسورد دي كلها تخزنت في مين؟ ممتاز جوه الباسورد لان انا بدأت الباسورد ففاضي وبقوله كل ما مفتاح يتضغط عليه مش انتر خزنه جوه الباسورد طيب لو دغطت انتر يبقى الشرط مش هيتحقق ويروح للسي او اطبع سطر جديد وبعد كده اطبع لقيمة المتغير الباسورد يبقى قدرت كده ان انا ايه؟ اخد من المستخدم كلمة الله واخذنها في متغير اسمه باسورد وابعها طيب اول حاجة تقابلنا عايزين نفهمها كده مع بعض بعض من صلى النبي عليه الصلاة والسلام لو جيت كده انفذ البرنامج ده مرة تانية ودغط انتر يبقى انا كده ما دغطتش ايه؟ باسورد دلت جيتش ايه؟ الحرف اللي انا بضغط عليه زي ايه؟ بتاخده تخزنه في المتغير الحرفي وبتظهره لك الاول يعني الايه ظهر قدام عينيه؟ تمام ويروح بعد كده تخزن في سيتش؟ تمام وبعد كده دخل تخزن في باسورد طيب كتبت ال 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 ا ال ال ا ال اتش؟ كل ضغطة مفتاح دلت جيتش ايه؟ بتظهرها قدام عينيك زي ما انت شايف فلما دغطت انتر قال لي والله انت كتبت كلمة الله وتخزنت في الباسورد وطلعها لك يبقى دلت جيتش ايه؟ ان هي بالاول الحرف يظهر على شاشة المستخدم ثم يخزن بعد كده في المتغير ايه؟ اللي انت بتخزنه ايه بقى دلت جيتش بقى بس؟ دلت جيتش بقى بتعمل حاجة تانية خالص الحرف اللي انت كتبته مش بيظهر على الشاشة قدامك بيبقى مختفي يعني انا ده وقت هكتب كلمة الله اهيه ظهر قدامك حاجة ايوة ظهر ليه؟ عشان دي برضو ما خلتاش دلت جيتش فاروق جاي عامل تاني هو وننفذ البرنامج وكاتب المرة دي كلمة الله برضو ايه؟ ال ال ايه اتش انا ضغطت خمس مفاتيح دلت جيتش كل مفتاح تضغط عليه خزنته في السي اتش بشكل مباشر ولكن ما ظهرشه قدام عنايا الدليل ان انا لما اضغط انتر فيقولك الانتر لا يساوي انتر الاجابة فولس فيطنش من اول هواية لحد نهاية السطر ويطبع للبصورت فهتلاقي كلمة الله تحتك ظهرت قدامك تاني يبقى لما كنت بعمل بالامر بدلت جيتش ايه كان اللي انا بكتبه بيظهر الاول قدام عنايا وبعد ما يظهر قدام عنايا ايه اللي يحصل يخش يتسجل جوه السي اتش وبعد كده ممكن استدعيه انما دلت جيتش ايه اللي انا بكتبه انا هكتب كلمة دلوقت اهو من الكيبورد ظهرت قدامك لا طب لو ضغطت انتر حرفها انا كتبت ايمن عرفت ازاي ان دلت جيتش بس بتاخد الحرف بشكل مباشر وتخزنه بجوه سي اتش وبعد كده بتجمعه على الباسورد وما بيظهرش قدامك السطر فارغ اهو انما دلت جيتش ايه كان الاول الحرف بيظهر قدام عنايا وبعد ما يظهر قدام عنايا يطروح جاي ايه مستدعي بسي اوت تعال نكتب اي كلمة كده مع بعض ولو هكتب مثلا كلمة هنه اهو انت شايف كلمة هنه وتخزنت في نفس الوقت في سي اتش وجامعت على الباسورد لما ضغط انتر ظهرت لكلمتها انا طيب انت لو هتعمل باسورد بتظهر لك الكلمة ولا بتظهر لك نجوم ممتاز بتظهر نجوم طب نعمل النجوم دي ازاي سهلة جدا 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 وبسيطة خالص قل له والله سي اوت في جيتش ايه دي بقى تعال نختصر البرنامج ده مش هنا فيه ده اللي تجيتش وفينا ده اللي تجيتش تمام طب ما تمسح وقل اتنين وقل له والله ما تعمل العملية دي جوه الهويل نفسها تعال كده نجرب مع بعض نصغر البرنامج شوية ونشوف ايه اللي هيحصل نجرب مع بعض هقول له والله بعد اذنك يقول لي نعم اقول له خد الحرف واختبره في نفس الوقت فهقول له خلي السي اوتش اختبره لا يساوي انتر ام لا وطبعا بما ان انا هعمل شرطين يبقى لازم دول كده ايه يدخلوا في قوس كده مع نفسهم فقولت له خد الحرف بدل تجيتش ايه خزنه في السي اوتش طيب بعد ما خدت الامر انا في جيتش ايه قبل ما تخزنه في باسورد او بعد ما تخزنه براحتك اعمل لي ايه ممتاز اطبع لي مكانه نجمة تعال كده نجرب مع بعض لو قلت له اطبع له مكانه ايه نجمة تعال كده نجرب اهو قلت له اطبع نجمة يبقى انت عايز لما يضغط المستخدم من لوحة المفاتيح على اي مفتاح ما يظهرش المفتاح ويظهر مكانه نجمة يبقى تخلي جيتش ايه ولا تخلي جيتش تعال نجربه انت تعرف الاجابة ممتاز لو جيت كتبت الايه الايه لا يساوي انتر نعم فكتبت الايه ودخل طبعا نجمة وبعد كده خزنه في الباسورد كتبت ال لا تساوي انتر فرع جاي طبعا نجمة وخزنه في الباسورد كتبت ال كتبت ايه انت كل حرف بتكتبه بيظهر ويظهر لك ايه جنبيه نجمة تب انا عايز النجوم بس ومش عايز مين الحرف يظهر يبقى تمام يبقى نقوله ده اللي تجيتش بس لان جيتش بتاخده المفتاح واتدخله في الش وما بتظهروش وبما اني انا ضغطت من لوحة المفاتيح والامر ده طلع جابته true فبعد كده رع جايب لك مكانه نجمة فيبقى كده لو جيت نفست البرنامج انا ضغطت من الكيبورد على ايه الايه هتظهر لا ما ظهرتش طيب النجمة ظهرت ليه لان انا قلت له سي اوت نجمة جوا اللوب لما الشرط ده بقى جابته true وبعد كده خزينه بس وورد طيب كتبت ال L كتبت ال L كتبت ال A كتبت ال H نفس الكلام بيحصل وبعد كده لو كتبت enter بيطلع بره اللوب ويقول دي انت كنت كاتب الله تاني كده نجرب البرنامج مع بعض ده اللي تجيتش لا تظهر الحرف اللي ضغط عليه المستخدم ودخلت جوا اللوب قلت له اذا كان ما ضغط عليه المستخدم حرف وليس enter تمام الاجابة نعم اظهر لي نجمة فانا كل ما دوس من المفتاح من الكيبورد هيظر ايه نجمة طيب الحرف اللي انا دغطت عليه في ال C يروح الجيمة على باس وورد فلما دوس enter فخلاص اللوب ده يقف ويطلع منه ويظهر لي الناتج اهو فكنت انا كاتب 5K اتمنى كل برنامج لذيذ ومفيد وانسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته